كابتن أحمد، الشوت أول متميز لنادي الأهل، كممكن يخلص أكثر من كده؟ الطبعا، اللي مميز الشوت الأول لنادي الأهل هو فرض شخصية النادي الأهل، هذه الشخصية اللتي قتدنا عليها من بداية اللقاء، ضغط في كل مكان، تستلم و تستلم بشكل كويس جداً، عندك هدف، عندك الرغبة في المكسب بانت من بداية اللقاء، كل التكهونات ما قبل الماطبة تقول لنا أهلي المستوى، و أمورات الناصر، و النادي أهلي المستوى قليل، ولكن في وقت الماتشات المهمة، عندما تحتاج لعائبة النادي الأهلي بتلاقيها موجودة، لما بتحتاج الروح الفنين للحمراء بتلاقيه موجود. لأنه لنهاردة متميز في كل شيء. متميز في البساطة، متميز في التحرك، متميز في المساحة، في الواحدة الدواحد. عندنا متميز في كل حاجة. نقص الأهلي بس إنه هو يترجم الفرص الموجودة. إحنا اتفقنا إنه لما جيلك فرصة إنك تقتل الماتش لازم تقتل الماتش. يعني ما نفرحش إن إحنا كاسبانين واحد صفره ونرجع ونعاول على كده. وبعدين نتعادل وبعدين ندور على الهدف الثاني. لازم تدور على الهدف الثاني والثالث والرابع لو قدرت طالما الفرص متاحة. النادي زي ملك زي ما اتفقنا عنده نقاط ضعف كتير جداً جداً النهاردة في المباراة. أهمها طرفين وحارس الماربو. حارس الماربو نهاردة الشوتين اللي راحوا عليه بهدفين. لو في تصويب تاني من شريف أو من وجدة أفشا أو من السلية وقدروا يعملوها ممكن نسجل أهدف تاني. فأنا بشوف الأهلي شوت متميز جداً لا يرتق أنه يكون ديربي. الأهلي فقط هو الملعب حكومة لموجود الشوت الأول في أرض المرأة. صحيح.